ثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت برينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتهنئة إلى رئيس الوزراء الهندي نارين رامودي بمناسبة تجديد الشعب الهندي الثقة في قيادته لفترة ولاية جديدة وعرب الرئيس السيسي على حسابه الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي عن تطلع مصر للعمل المشترك في الأعوام المقبلة لفتح أفاق جديدة لتعزيز العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة لعملهم المشترك متمنيا التوفيق والسداد لرئيس الوزراء الهندي ولشعب الهند الصديق المزيد من التنمية والرخاء استشد عشرات الفلسطينيين في قصف استهدف مدرسة تابعة لأنروه بمخيم النصيرات واستقطاع غزة وقالت السلطات الصحية بغزة إنها تتوقع ارتفاع عدد شهداء مجزرة الاحتلال الجديدة بالنصيرات بسبب العدد الكبير من الإصابات والخطيرة والحارجة هذا وأوضحت مصادر فلسطينية أن قصفا جديدا استهدف حي تل السلطان غربي رفاح الفلسطينية ما أصفر عن شهداء ومصابين كما استهدف قصف إسرائيلي مناطق معن والقرارة شرقي خان يونس كما شهد مخيم لبريج وسط القطاع قصفا عنيفا استهدف عدة منازل ما أصفر عن شهداء ومصابين ألقت الشرطة الأمريكية القبض على أكثر من 12 شخصا في جامعة ستانفورد بكاليفورنيا بعدما احتشد الطلاب المنددون بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة معتصمين داخل مكتب رئيس الجامعة ومطالبين الجامعة بسحب استثماراتها من الشركات المرتبطة بالحرب الإسرائيلية في قطاع غزة تبادلت قوات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني القصف العنيف على طول الحدود وأوضحت مصادر لبنانية أن حزب الله استهدف منصة تابعة لمنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية في ثكنت راموت نفتالي بصاروخ موجه كما نفذ حزب الله هجوما جويا بالطائرات المسيرة ضد هدف عسكري في شمال إسرائيل في حين أعلنت مصادر إسرائيلية إصابة 11 شخصا في هجوم بالطيران المسير شمال إسرائيل من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتانياهو خلال زيارته للمنطقة الشمالية إن إسرائيل جاهزة لعمل قوي ضد لبنان يتوجهون نحو 370 مليون ناخب أوروبي اعتبارا من اليوم حتى الأحد المقبل إلى مراكز الاقتراع في الدول 27 للاتحاد الأوروبي من أجل انتخاب النواب الجدد في البرلمان الأوروبي ويختار الناخبون 720 عضوا بالبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بين آلاف من المرشحين من أحزاب اليمين والوسط واليسار وسط مخاوف من صعود اليمين المتطرف وتقام هذه الانتخابات الأوروبية كل خمس سنوات ويختلف موعدها بين دول الاتحاد حيث ستبدأ اليوم في هولندا والجمعة في آيرلندا والسبت في كل من لادفيا وبالتا وسلوفيكيا في حين يصوت الناخبون في بقية دول الاتحاد الأوروبي من بينها فرنسا يوم الأحد المقبل وقعت مؤسسة حياة كريمة وشركة روش للأدوية شراكة استراتيجية تتيح الوصول إلى أفضل معايير الرعاية الصحية في المناطق والقرى الأكثر احتياجا لتصل إلى المرضى في جميع أنحاء مصر وأكدت رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة عهود وافي أن المؤسسة تسعى إلى توحيد الجهود بشكل عام فيما يخص الدعم الطبي لخدمة المواطنين داخل القرى الأكثر احتياجا عن طريق تعزيز الشركات ودمج الجهود بين المجتمع المدني والقطاع الخاص يستضيف منتخب مصر الأول لكرة القدم منتخب بوركينا فاسو في العشرة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي في إطار الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك هذا وأنهى المنتخب بقيادة حسام حسن استعداداته للمواجهة المرتقبة ونجح منتخب الفراعنة في تحقيق الفوز خلال الجولتين الأولى والثانية بتصفيات المونديال على حساب كل من جيبوتي في القاهرة بسداسية نظيفة قبل الفوز على سيراليون بهدفين دون رد بالجولة الثانية انتهى مجاز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات بالنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل